أربع لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها غداً لاستكمال مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال والتصويت على التقارير التي تم إنجازها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تستكمل مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 153 من المرسوم بقانون بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد الاقتراح بقانون لإضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من القانون بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما تناقش أيضاً اقتراحاً برغبة بشأن فتح مجال الارتقاء لوظيفة موجه فن أول وموجه فن عام لقطاعات الخدمة الاجتماعية والنفسية كما كان في السابق إضافة إلى إصدار قرارات وزارية لدعم عمل الباحثين الاجتماعيين والنفسيين لتعزيز دورهم المهني بما يتناسب مع خصوصية عملهم ويحضر اجتماعاً لجنة وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس من جانبها تواصل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات التحقيق في هذا الموضوع بينما تعقد لجنة حماية الأموال العامة اجتماعاً للتصويت على التقارير المنجزة وتناقش لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاقتراحات بقانون حول تعديل بعض أحكام القانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترجمة نانسي قنقر